السلام عليكم يا رب تكونوا بخير يا حلوين النهاردة هنعمل وافلز فيديو خفيف وسريع هوريكم النهاردة 3 افكار من الوافلز احلى من بعض اول واحد هنبدأ به اللي هو المفضل بالنسبالي اللي هو الكريسبي او المقرمش يمكن كمان يكون مفضل بالنسبالكو هنعمل كمان النسخة الامريكي اللي بتبقى طرية شبه البانكيكس شوية بتبقى مسكرة اكتر وعليها كده شوية مكسرات وعليها قرفة اما النسخة الثالثة اللي هتكون معانا وهتكون الموتي او الوافلز موتي حاجة كده جديدة شبه الكارتون شوية بس هتحبوه عموما لو عجبكم الفيديو دعموا يلايك وتعالوا نبدأ بالوصفة على طول بدون ما نطول كتير اول واحد هبدأ به الوافلز المقرمش اللي هو البسيط واللي اغلبنا بيحبو بجيب طبقة واسعة وبزود فيه حبتين من البيض بزود عليهم علاقة صغيرة من الفانيليا زودت عليهم كمان نص كباية من الزيت يفضل هنا كمان يكون زيت درة وعندي هنا كباية وربع من المياه تقريبا 250 ملي زودت عليهم كمان نص كباية من الحليب وبزود هنا معلقة كبيرة بس من السكر لحظوا معايا ان انا استخدمت كمية السكر بسيطة جدا يعني معلقة كبيرة بس كمان استخدمت كمية المياه اكبر من الحليب كل ده علشان الوافلز بتاعي يطلع مقرمش وميطلعش كمان محروق كل ما زودنا الحليب او استخدمنا زبدة او استخدمنا سكر كتير الوافلز بتاعنا يطلع طري لكن احنا هنا استخدمنا مياه اكتر من الحليب واستخدمنا زيت بدل الزبدة وكمان قللنا نسبة السكر جدا دي اكتر مقادير هتديكوا وفلز بيرفكت ولا غلطة بقلب كل المكونات السيلة دي مع بعض لحد ما تندمك كده مع بعضها كويس مضرب يدبي او معلقة خشب مش محتاج مضرب كهرابي ولا حاجة وبابدأ هنا ان ننزل بالدقيق بالتدريق استخدمت هنا بالضبط 3 كبيات من الدقيق افضل نوع دقيق تستخدمه في وصفة الوافلز عموما هو دقيق الكيك مش موجود استخدمه دقيق فاخر مش موجود استخدمه دقيق متعدد لاستخدام بقلب الديق كويس يعني يندمك كده وبعدين بزود رشة من الملح اخر حاجة بزودها هنا 3 معلق صغيرين من البيكنج باودر يعني لكل كوبات دقيق هنزود معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر تقريبا كان كلهم على بعض 15 جرام نخفق كويس جدا كده بالمضرب بتاعنا لحد ما الخليط بتاعنا كده يبقى ناعم مفيش في اي حبيبات او كتل لو ديق بتاعكم حبيب او البيكنج باودر ممكن تنخلوهم الاول وبس ولا ابسط من كده بنجيب جهاز الوافلز بتاعنا وبعدين بنستخدمه على حسب الارشادات المكتوبة على العبوب بتاعته يعني كل قيلة صنعوافلز عندنا في البيت بتختلف عن التانية يعني عندكم مثلا ممكن تحتاج كوباية انا عندي بتحتاج 3-4 كوباية شوفوا الجهاز بتاعكم بيقولكوا ايه بالزبط وباستخدموا الكمال المطلوبة عني هنا بحتاج اننا استنى 10 ثواني بعدين اقلبوا على الجهة التانية طبعا في اجهزة مبتحتاجش انكم تقلبوا تلتزموا بطريقة للجهاز بتاعكم او الالة بتاعاتكم وبتقولكوا عليها بيحتاج معايا بالزبط وقت بسيط يعني ما بيعدش وقت طويل قوي معايا في الجهاز بتاعي او ما بيديني لون اغدر كده على طول بيبقى جاهز على طول التقديم ممكن بعض الالات او الاجهزة تحتاج انكم تتابعوا يعني تشوفوا اللون قبل بوقت او قبل ما يديكوا لون اغدر لان في بعض الاجهزة ممكن تحرق الوافلز شوية شوفوا لونه عاملز زي تهبي جدا ومقرمش ولا غلطة بخرجه على شبكة وبسيبه على جنب ممكن نقدمه بالطريقة دي معايا شوية كريمة مع فواكه ممكن في الاخر رشد سكر بودرة شوفوا قد ايه كريسبي ومقرمش وكشوفوا قوامة من جوعة من ازاي يعني مش كله ناشف لا هو من برا بس كريسبي ده يفضل وقت معاكو طويل جدا مقرمش واذا بارد خالص تماما او حابيتوا تحتفظوا بيه في التلاجة بعد ما يبرد تماما لو حسيتوا انه هو بقى طري شوية ممكن ترجعوا تسخنوا تاني وهيرجع معاكو كريسبي ومقرمش زي الاول بالضبط تاني واحد معانا النهار ده هو الموتي او موتي وافلز عندي هنا كوباية اللي ربع من الحليب بزود عليها حبة من البيض زودت عليها كمان معلقتين كبار من الزبدة الدايبة يفضل كمان تستخدموا زبدة غير مملحة زودت عليهم معلقة صغيرة من الفاناليا وعليهم كمان 3ربع كوباية من السكر في حدود 70 جرم تقريبا ببدأ هنا نزود ديق الرز ديق الرز اللي نزودته هنا مش ديق الرز العادي اللي احنا بنجيبه كده في السحلب والحاجات دي لا هنا ديق الرز جيلاتيني كان مفروض استخدم نوع اسمه موتيكو بس لأسف ما كانش موجود عندي النوع ده قريب منه جدا برضو يقضي نفس الغرض لكن موتيكو اكيد لو متوفر هيديكو نتيجة افضل بكتير احتاجت هنا كوباية ونص من ديق الرز وزودت عليهم كمان معلقة ونص صغيرة من الباكنج باودر في حدود 7 جرم زودت عليهم كمان رشة كده من الملح ونخلط كويس جدا ده بيبقى قوامه بيبقى سيل كده بس هيدي مكوناته الفرق الوحيد في ديق الرز اللي هو الجيلاتيني او لو موجود عندكم موتيكو استخدموه وهنعمله بنفس الطريقة اللي بنعمل بيها الوافل زي العادي بالزبط شكله تحس ان هو زي الكرتون شوية منفوخ كده بطريقة غريبة ولونه مختلف شوية حتى قوامه في الأكل هتحسوه مختلف كمان ممكن نزود عليه حاتة زبدة مع شوية ميبل سيرب ممكن كريمة ممكن فواكه كمان نزود رشة سكر بودرة ونقدمه للأكل على طول طعمه في حاتة ستاكي كده يعني في موطة كده يعني طعمه غريب شوية بس طعمه حلو بجد يكاد يكون من أحلى الأنواع اللي ممكن تجربوها كمان آخر واحد معنا بقى هو الأمريكي أو شبه البانكيكس شوية بالنسبالي حسيا طري ومسكر شوية ممكن ناساً اللي مش بتحب الحاجة المقرمشة هيعجبها جدا هو طعمه رهيب مع قرمشة خفيفة شوية أو بيقرمش وبعدها بشوية بيطرة بجيب طبقه عميق وبزود فيه نص كوباة من البوتر ملك أو اللبن الرايب عندنا هنا في مصر أو في الوطن العربي عموما زودت عليهم كمان كوباة من الحليب اللي هو الحليب العادي زودت هنا كمان حبتين من البيض وعليهم صفار بيضة معلقة صغيرة من الفانيليا وعندي هنا كوباة لربع من الزبدة الدايبة الزبدة بدوبها بعدين بسيبها تبرط شوية واضفها يعني ما باضفهاش وهي سخنة آخر حاجة باضفها بتكون 3 معلق كبار من السكر والمكون اللي بيديله كده طعم حلوه هو اختياري لكن بيديله بجد طعم مختلف وهو القرفة بزود كده رشة بسيطة من القرفة بخلت كواس جدا بعدين بابدى اضيف المواد الجافة زودت هنا كوبايتين وربع من الدقيق تقريبا 300 جرام الديق بتاعي اموان هنا كان مخلوط بالملح ممكن انتوا تزودوا كده رشة ملح بسيطة بننزل بالديق بالتدريق وبنخفي الكواس جدا لحد ما القوم بتاعنا يبقى ناعم مفيش في اي كتل ولا حبيبات تماما وبزودت عليهم 3 معلق صغيرة من البيكنج بودر في حدود الـ 15 جرام ممكن نعمله كده سادة زي ما هو او ممكن ناخد نص الكمية ونزود عليهم شوية مكسرات بحب زودله شوية بيكن كده مع القرفة بيبقى طعمه حلو جدا يعني يا سادة بالقرفة او ممكن تزوده بيكن عليه نقلب كويس ويبقى جاهز على طول انه نعمله في القلة بتاعت الوافلز بسهولة جدا زي ما عملنا اي نوع قبل كده ده بيبقى مقرمش شوية طعم وطعم القرفة ويا سلام لو فيه شوية مكسرات بيبقى حلو جدا حاسة انه قرب البانككس شوية لانه طري او بيطر على طول مش بيبقى مقرمش زي اللي عملنا اول واحد قدموه مع ميبل سيروب قدموه مع فواكه قدموه مع عسل مع شوكولاتة مع ايس كريم مش عارف انه بتحبوه ازاي بس على حسب رغبتكم انا كهبة بحبوه اكتر مع الفواكه هكده يعني بحس ان الفواكه بتديله طعم حلو جدا كمان الميبل سيروب بيبقى رهيب معاه عملنا الوافل زي المقرمش الرهيب لفوه بسترات شراب وحطوه في الفريزر وخرجوه كده لما يوصل لحرية الغرفة دخلوه الفورن وسخنوه تاني يطلع معاكو حلو جدا وكأنه يعني لسه طازة وعملنا كمان اللي هو زي الكارتون ده اللي هو الموتي وافل وعملنا الامريكي او اللي هو بيبقى طاري زي البانككس انا بحب المقرمش مش عارف انتو بتحبو ايه اللي تحت الفيديو ايه اكتر واحد مفضل بالنسبالكو او ما جربتهوش وحابين تجربوه او بتعملوه دايما في البيت اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكو لو عجبكو وتنسوش تعملو لي لايك وهشوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة